مما لا شك فيه أن خلاص السوشيل ميديا يعني بقت جزء كبير جدا من حياتنا اليومية ما حدش فينا ما عندوش حساب على فيسبوك، انستجرام، واتساب أو أي مكان بقى من المواقع الموجودة موقع كتير جدا لكن يبقى برضو في نقطة مهمة جدا لازم نأكد عليها ورحية كمان بتشغل بالنا على طول طول الوقت أغلبنا ما عندوش لسه تقافة الاستخدام الأمن لهذه الحسابات دايما عندنا قلق أنه إزاي نأمن حساباتنا دي معنى أدق ما بنعرفش نأمن حساباتنا بالشكل الصحيح اللي يخلينا متأكدين ومتطمنين أن احنا ما نتعرضش لأي عملية اختراق ده اللي يخيين نسأل النهاردة إزاي نأمن حساباتنا على السوشيل ميديا بشكل آمن وفعيل الأدوات اللي نستخدمها، أسألة كتير جدا هنجاوب عليها دلوقتي معظفنا لنوارنا في الستوديو المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات صباح الخير ونوارنا في صباح الخير يوم مصر صباح النور إزاي حضراتكم وصباح الخير على المشاهدين الكرام صباح خير يا سيد أهلا وسعلا يعني خلينا يعني نقول إنه كل ما التكنولوجيا تطورت كل ما طرق الاختراق كمان تطورت أكيد طبعا إحنا دلوقتي بقى بقينا يعني الوضع عامل إزاي؟ الوضع يقلق؟ ولا بالفعل فيه لكل طريقة اختراق بقي عندنا طريقة أمنة أن إحنا نحمي بها حساباتنا على السوشيل ميديا لأن إحنا كل معلوماتنا وكل حاجة خاصة بينا موجودة دلوقتي على السوشيل ميديا إلا حاطت الكردت كارت بتاعه أو حتى الكارت بتاعه اللي فيه الفلوس الحساب بالحسابات البنكية صحيح كل المعلومات موجودة، أرقم التليفونات، الإيميرات، كل حاجة صحيح، كل حياتنا دلوقتي إحنا في 2022 مبدئيا كده مفيش نظام تشغيل آمن بنسبة 100% وكل شوية بيحصل فيه صغرات والصغرات دي إحنا لازم ناخد بالنا منها ونغطيها ببرامج حماية زي محلولتك قلت كده في البداية فإحنا في 2022 ده كل حياتنا حرفيا على الميديا ولسه دخلين على مستقبل تكنولوجي بحث من ضمنها الزكاة اللي استنوعي من ضمنها حاجات كتير جدا مفيدة من الجانب التكنولوجي الإيجابي في الجانب السلبي اللي لازم نوضحه المشاهدين النهاردة أنه طرق الاختراك بقت زادت قوي لازم نستخدم بالهم منهم وهكذا طيب يمكن يعني لفت نظري في كلمة أن دايما بيحصل تحديثات علشان ما فيش نظام آمن مية في المية ويمكن ده اللي حصل في أحد الأنظمة التشغيلية الخاصة بأشهر مركات الموبايلات طبعا فده يخلينا هنا نسأل نفسنا سؤال إزاي أحمي نفسي من التهديدات القادمة من خلال الهكر؟ طيب هي الفكرة كلها أن أي موبايل أو أي حاسب آلي معاك سواء لابتوب أو كمبيوتر لازم يكون في حاجات معينة هنقولها دلوقتي من ناحية الموبايلات هي طريقة واحدة بيكشف لك أن الموبايل بتاعك مخترك أو لا أنت عمتا الموبايل أول ما تشتريه أو لو جالك هدية أو جالك من أي حد لازم تتأكد وتعرف أنه مش مكسور حمايته السوفتوير اللي عليه معلوش حاجة اسمها روت أو جيل بريك بمعنى بمعنى أنه الهكر نفسه لما بيجي يستخدم الموبايل بيحط عليه حاجة اسمها روت بتكسر حماية الجهاز كامل فبيقدر يتحكم من عليه أكتر ويحط تطبيقات حتى لو عملت استعادة ضبط مصنع ما بتروحش منك فبالتالي دي أول حاجة لازم ناخره واحدة عليها بس احترم جاهلي بالتقافة التكنولوجية لا طبعا بالعكس إزاي أتأكد من ده وإيه الطريقة اللي أنا هدخل وأبص على إيه علشان أعرف ده مكسور حمايته طبعا أستاذ أحمد إيه رأيك نقول للمشاهدين ونوضح لهم الطرق اللي الهكرز بيدخل عليها على الموبايلات والأجهزة بحيث أن هم ياخدوا بالهم وبعد كدنا نقول طرق الحماية لأنه لازم الطرق دي تتقال فنتأكد إزاي أنه معلوش روت الموبايل نفسه هتلاقيه ما بيجيلكش تحديثات هواية أول بول تحديثات بتبقى وقفة فيه وإصدارات قديمة دي لازم تاخد بالك منها كويس قوي الروت بيبقى أصلا أو الجيل بريك يعني كلمة روت للأندرويد والجيل بريك للأيو اس بتبقى موجود آيكوناتها حتى لو مش مهما كان حتى لو بحثت عليها تلاقي موجود آيكوناتها وما بتتنسحش الروت برضو بيبقى جهاز معمول خاص لك عشان خاطر أنت مستهدف من حاجة معينة فلازم تاخد بالك منها ده أول حاجة تاني حاجة لازم تتأكد أول بول من التحديثات اللي موجودة عندك خلاص احنا نتأكدنا أنه ما فيش روت لازم بقى تشوف التحديثات اللي موجودة عندك أول بول تحديثات بتاعت الأبليكيشنز؟ لا بتحديثات النظام نفسه نحن نخلناش موضوع الأبليكيشنز تحديثات النظام نفسه لأن لو تحديثات النظام نفسه قديمة فيه ناس بتقولك لا التحديثات ما بتسدش صغرات ما بتعملش أي حاجة موجودة أول بول لا بالعكس التحديثات بتسد صغرات أول بول ما بتبطقش الجهاز زي من ناس فكرة فيه طرق معين لازم نعملها عشان التحديثات تبقى أسرع من كده فبالتالي لازم ناخد بالنا من التحديثات هذه الروت والتحديثات احنا لا بش ماندس التحديثات دي بتيجي لموبايلات وموبايلات يعني هو المشغل نفسه سواء مثلا هتكلم هنا على نظام تشغيل خاص بموبايل مثلا آي او اس مش كل الناس ممكن يجيلي لكي ما يروحشوا لجومان هو الفكرة كلها على حسب تقريبية أعتقد لا التحديث بيجي لكل الناس بس ما بيجيش لكل الناس في نفس الوقت ليه لأنه بيبقى فيه تايم زون يعني مثلا أنا قعب معي آي او اس وحرك معك آي او اس بيجي في نفس الوقت لأن الشركة نظامها كده لكن الأندرويد ممكن أنا أكون معي جهاز أندرويد وحرك معك جهاز أندرويد ما بيجيش في نفس الوقت لأنه حسب المنطقة الزمنية ممكن بعدها بعشرة ايام بعدها بأسبوع يجي لك نفس التحديث اللي جالي وهكذا بتستمر التحديثات مرتبط بالواي فاي؟ اه طبعا صح مرتبط بالواي فاي لأنه لازم يتحدث لو ما في وجود واي فاي في وجود واي فاي بس بإمكانك تعملي إرغاء للأوبشن ده وتخليه عمتا لأن التحديثات دي بيكون مهمة جدا دي من ناحية التحديثات من ناحية حاجة تانية من ناس المفروض ما تثبتش أي تطبيقات معدلة ليه؟ لأنه في ناس دلوقتي يعني أي تطبيقات معدلة؟ التطبيقات المعدلة مثلا تطبيقات الواتساب اللي هي المعدلة اللي تديكي اختيارات معينة تديكي مثلا عدم ظهور مش عارف الواتساب دهبي والحاجات دي كل دي تطبيقات معدلة أشخاص زينا وزيكم عاملينها وعم عدلين في الأكواب بتاعتها بحيث أن أنا أخد كل بياناتك ده أكبر خطر وخليه الناس تخب بالها كويس قوي من الموضوع ده لأن الموضوع ده هيفرق جامد جدا معاهم تالت حاجة رابع حاجة برضو لازم نقولها الألعاب الكثير دي ما تثبتش على التريفون أصلا حتى لو مش بستخدمها طبعا هي أصلا كده كده أي تطبيق خارج المتجر بتاعك الرسمي اوعى تثبته على الموبايل لأنه لو سبتته كده كده ممكن يكون أصلا لازم يكون على المتجر الرسمي في التطبيقات اللي حضرتك تكلم عليها دي موجودة في المتجر الرسمي في بعضها موجودة لا 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 مستحيل الواتس المعدل والحاجات اللي هي المعدلة وكده بس النظام التشغيل مش هيقباله أصلا أو نظام التشغيل هيقباله على عكس أو هيحذرك بس الناس عشان عايزة ده نص مصر عامل الموضوع ده لأنه الناس لو عايزة التطبيق ده هتثبته حتى لو قالك تنبيه في الأول لأنه كده التحديثات الجديدة بتجيب لك تنبيهات في الأول أن التطبيقات دي خارج المتجر وممكن تشكل ضرر عليك في الجهاز فأنت عايز تثبتها ولا لا فبيختار أيوة عايزة تثبتها عشان خاطر هو عايز المميزات اللي هي أغريته دي يعني مثلا في ناس كتير برضو بشوفها بتكون أعدى مع ناس بقول لك أنا جبت لك مثلا تطبيق تاني بيعدي لك حاجات كتير جدا في الجهاز مش موجود وكده فبالتالي بياخدوا منه عن طريق تطبيقات الإرسال الخارجية وبيثبتوا عنده وبيدي له ميزات اللي هو عايزة بس ما بيعرفش قد إيه هو بيتسحب منه بيانات كتير بيدر نفسه بالضبط كده طيب دي من ناحية التطبيقات اللي هي خارج المتجر برضو الناس تاخد بالها جدا من حتة الهندسة الاجتماعية مفهوم الهندسة الاجتماعية ده ناس كتيرة جدا مش عارفاة ناس كتير فاكرة اللي اختراق شاشة خضرة وأرقام وزي الأفلام اللي بتحصل وبالكلام ده الهندسة الاجتماعية دي مفهومها باختصار شديد إن أنا ممكن أتكلم معاك من غير أي برنامج من غير أي حاجة مليش دعو بالاختراك خالص أتكلم معاك وأقنعك بحاجة حضرتك شغالة فيها أو حاجة ليكي مثلا طلب عليها وأقولك الحاجة دي موجودة عندي بس قملي البيانات دي والفورم ده وأفضل أصحب منك معلومات لحد ما أكون كلمة السر بتاعتك أو أكون الإيميل بتاعك وأكون معلوماتك كلها فبالتالي أخذ منك كل البيانات بتاعتك برغبتك بإيدك نفسها فمفهوم الهندسة الاجتماعية ده باب كبير جدا لازم الناس تأخذ بالهم أنه ما تدص على أي لنكات وهمية برضو لأنه في لنكات وهمية بتنتشر كتير مع أي ترند زي ترند نتيجة السنوية العامة اللي حصلت لنكات كتير انتشرت برضو الناس دست عليها وتسحب بياناتها بشكل ملحوظ جدا طيب في كمان حاجة يمكن الناس اللي عندها تطبيقات على التليفون بيظهر كده حاجة لما تيجي تنشئ حساب على التطبيقات دي بما معناه يعني إنه لو عايز إنه التطبيق ده يتتبعك أو يبقى عارف مكانك مثلا فيه ناس بتسيبها على طول إنه هم آه بيوفق على ده وفيه ناس بتخليها مثلا وأنا بستخدم الأبليكيشن فيه ناس بتختار إنه لا أبدا يعني متعرفش مكاني أبدا أو متى تتبعش اللوكيشن أبدا إيه صاحب ده؟ هل ده في خطر أصلا؟ الصحة على حسب التطبيق اللي هو نزله التطبيق اللي هو نزله زي تطبيقات التواصل الاجتماعي المعروفة دي إجباري إحنا بنوافق على سياسة الاستخدام اللي هي أصلا بتاخد بياناتنا كلها وبتستخدمها تاني من الدعاية والإعلان دي ما فيهاش ضرر علينا وكلنا عارفين ده وموافقين على ده دي التطبيقات اللي هي تقدر تستخدمها دايماً مفيش مشكلة عليها ومفيش خوف عليها التطبيقات التانية اللي هي أصلا ما ينفعش تدي إذن أو برميشن للموقع أو إذن للكاميرا بمعنى أصح أهم طرق كشف الاختراق على الموبايلات فيه تطبيق اسمه أنتس باي موبايل معروف ورسمي بينزل من المتجر الرئيسي وما بيدفعش عليه ولا جنيه وكمان ما بيتخدش منه أي إذن خالص هو مجرد التطبيق ده بينزل عشان تكشف إذا كان موبايلك مخترك أو لا من ناحية التطبيقات اللي حدرتك قلت عليها دلوقتي تطبيق ده بيعمل مسح كامل أو سكان كامل أو كشف كامل على جميع التطبيقات اللي متسبتها عندك وبالتالي بيشوف التطبيقات اللي واخده إذن للموقع يقولك ده خطر خلي بالك واخد إذن للموقع ليه يعني مثلا زي تطبيق كيبورد يغير لك شكل كيبورد ليه ياخد إذن للموقع ليه ياخد إذن للكاميرا خلوا بالك من الموضوع ده التطبيق ده بيكون مكوم من ثلاث خانات أول خانة لو المشاهدين دلوقتي يعملوها تجربة عملية أول خانة هتكون خانة السباي وير لو جي رقم فوق الزيرو تعرفوا أن انتم موبايلكم مخترق طبيعي 100% فورا مخترق فوق الزيرو؟ فوق الزيرو يعني تطبيق واحد فيه أو اثنين أو تلاتة أو اربعة كده كده موبايلكم مخترق عن طريق التطبيق ده فلازم تاخدوا بالك وتاخدوا إجراء قانوني أن انتم بيجيب لي اسم التطبيق لا بيجيب لي اسم التطبيق ولكن أنا مخترق من خلاله بالضبط بيجيب لي اسم التطبيق وكمان تقدر تدخل وتمسحه تاخد الإجراء القانوني أن انت كتتمسحه على طول مرة واحدة لا تمسح خلاص ثاني خانة اللي هي التطبيقات اللي فيها البرميشن أو الأزونات اللي حضرتك اتكلمت عليها يعني مثلا جايب ليك كيبورد أو جايب ليك لعبة واخدة إذن للكاميرا طبعين فيه بتلعاب يعتفتح كاميرا ليه فدي تاخدوا بالكم منها لأنه فيه ناس بتنزل ألعاب أو بتنزل تطبيق يغير لك شكل الموبايل يحط لك ثيم معين مش عارف سمكة طايرة فراشة مش عارف ايه أدعية بتطلع كل شوية أكبر خطر يا جماعة الموضوع ده خلوا بالكم بجد الحاجات دي بتدركم مش بتفتكم وكمان بتبطق من الجهاز بشكل ملحوظ جدا طب لو مسحت الابليكيشن خلاص؟ لو مسحت الابليكيشن هتكون يتخذت الإجراء الرسمي أن انت خلاص وقفت الموضوع ده عند حده وطبعا الحاجات دي بتبقى ممنوعة لأنه كده كده الاختراك هو الوصول للمعلومة بأي طريقة ممكنة يعني أي طريقة يقدر يوصل للمعلومة فعشان كده بتبقى ممنوعة والقانون هنا بيجرم الموضوع ده وغرامته بتوصل من خمسين ألف ثلاثمائة ألف جنيه والحبس لمدة سنتين للموضوع ده فيه حاجات كتيرة بتحصل في الموضوع التطبيقات اللي هي المجهولة دي بشمان ديس أحمد في بعض أنظمة التشغيل يعني لطالما روجت لنفسها أن هي لا يتم اختراقها أبداً هل فيه نظام تشغيل فعلاً لا يخترق؟ فيه ناس كتير فعلاً بتيجي تتقول وتتحدى بعض وتقول يا باش مهندس نظام تشغيل الـ IOS ممنوع اختراقه تماماً هو فعلاً نظام تشغيل آمن جداً لكن والله ما فيه أي نظام تشغيل آمن بنسبة 100% طيب حريكي معك أي UOS ديوات غير الصغرة الأخيرة اللي لقوها آه غير الصغرة الأخيرة اللي لقوها اللي تحكم كامل في الجهاز عن طريق 15 ثانية بس حصل ده ناس مبرمجين وأبحاث كبار بيعملوها على الجهاز ويشوفوا الصغرات وكده والكلام ده والويت هات والبلاك هات والحاجات دي كلها سيبوا ده كله على جنب تعالوا بقى إحنا عادين كده قاعدة زي ما الناس بتقول ده أنا معي UOS وكل حياتي عليها وكل بيانتي عليها ومتطمن وكل حاجة ما فيش حاجة مختركة هو فعلاً نظام تشغيل قوي لكن مش آمن طيب أنا هقول لك تجربة عملية أو مثال حي دلوقتي يحرك معك UOS صح؟ UOS ده عليه حسابات الميديا بتاعتك كلها صح؟ صح؟ وعليه كل حاجة تملكها طيب أنا ممكن أبعت لينك خارجي على UOS ده أبعت لك لينك خارجي أسحب منه أو أو شكل موقع شهير سوشيال ميديا شهير تبقى الأصل أسحب منه الحساب بتاعك وهو على UOS طيب فين الأمام في كده؟ وبإرادة المستخدم وكده كده ما بتلاحظهاش لأن الموقع بيبقى تبقى الأصل من الموقع مثلا فيسبوك أو موقع مثلا إنستجرام بيبقى تبقى الأصل بالزبط ومجرد بس دخولك الإيميل والباسورد دي أول طريقة أخدوا بالكم منها اللينكات الوهمية دي وبرضو عشان تكشفوا اللينكات الوهمية دي لأن المشاهدين أكيد هيقولك طيب هنعرف منين؟ في موقع شهير اسمه فيروس توتل فيروس توتل هتدخلوه من البحث العام العادي هتحطوا نسخ لأي لينك انتوا شكين فيه لو جابلكوا أي نقطة حمرة خدوا بالكم منها ده ما تدخلوش عليه أصلاً لو جابلكوا نقطة حمرة خدوا بالكم برضو أنكوا ما تدخلوش بيانات فيه طيب ده حاجة من ناحية اللينكات طيب من ناحية بقى البسوردات والحاجات اللي هي بتتسحب عن طريق الاي او اس أو عن طريق الاندرويد الموضوع ده هذا كلام حضرتك اللي أنا علشان أدخل على كل حاجة أجيب لينك وحط اللينك هنا أنا علشان أدخل مثلاً على لينك محتاج اللي أنا أدخل على 10-15 مستخدم لينك انت شايكك فيه حديث قلتك كلمة حلوة قوي طب العشرة-15 حاجة دي اللي هي مفروض أصلاً بتأمنك مش قصادها عندك 20-30 تطبيق سوشيال ميديا و20 حساب عندك بس حمالي نستسهل طيب الحاجات الاستسهال ده ما بيوقع الإنسان في قطر فانت الحاجات دي خليها من ضمن الأساسيات من قبل أي حاجة يعني قبل ما تشتري أي موبايل لازم تنزل عنده التطبيقات اللي هي بتحميلك موبايلك كامل عشان ما فيش أي صغرة تنزل عليك لأنه كده كده لو ما عملتش ده هتستسهل حاجات كتير جداً وبيانتك هتتسحب زي ما بيحصل موضوع الابتزاز اللي حصلت موضوع حاجات الكتير اللي بتحصل متصربة على الإنترنت مثلاً وما بعدها بالضبط وما بعدها هل في شكل معين للينك مثلاً ممكن يخليني أقلق هنا بقى ممكن أخش على الموقع اللي حضرتك تكلمت عليه واتأكده وفي حاجات أنا أول ما بشوفها خلاص يبقى ده آمن فيه ده موجود؟ هو حضرتك اللينكات مش كل حاجة يا اللينكات مش كل الاختراق لكن من ناحية سؤال حضرتك شكل اللينك يكون مثلاً طويل بيجيبلك حاجات وهمية ادخل عشان تربح دقيق مجانية ادخل عشان تربح فلوس خلاص كل ده حاجات وهمية جداً ومش بس لينك خلينا ندخلها خطوة تانية برضو اللي كنا هنكملها طيب دلوقتي لو حضرتك معاك برضو حسابات على الايو اس حسابات زي الواتساب والحاجات دي عشان أنا أفتحه مش بيجي لك كود مكاوم من ستة أركام طب خلينا نقول المشاهدين دلوقتي ان فيه كود تحويل منتشر الأيام دي على الميديا خدوا بالكم منها كود التحويل ده الهاكر بيكلم الشخص اللي عايز يفتح الواتساب بتاعه وبيحول كل المساجات والمكالمات من على موبايلك انت ليه هو عشان ياخدوا الكود اللي مكون ستة أركام ده خدوا بالكم من الموضوع ده طب ازاي يحموا نفسهم من الأكواد والحاجات دي كلها لو حد وقع او لو حد شاكك انه مكالماته او مساجاته كلها متحولة لحد تاني هيكتب شباك شباك 002 شباك لا ثانيا واحدة نعم لها على الهوات لوقتي شباك شباك 002 الكود ده بيمسح جميع التحويلات الي موجودة شباك شباك 002 شباك الكود ده وظيفته انه بيمسح جميع التحويلات الي موجودة في الموبايلات خارجة من الموبايلا والخط نفسه بالزبط كده بيقولك تم المساعد كده مزبوط جدا طيب عشان تتأكده. هو ده بيمسح كل حاجة. لو عايزة حضرتك تتأكد انه كان فيه رقم متحول ولا لا تكتبي نجمة شباك ستة واحد شباك. لو جالك رقم غريب غير رقم شركة المكالمات اللي حضرتك تابع عليها. يبقى هنا تقلقي مين الرقم ده. لازم تقلقي لان مكالماتك ما ينفعش تتحول مكالمات خاصة. رسائلك ما ينفعش تتحول. طيب اه دي تاني. نجمة نجمة شباك شباك 002 شباك. ده عشان يلغي كل التحولات. ده عشان يلغي جميع التحولات اللي موجودة عندك. يعني ده من حقك ان انت تحولاتك تكون لك انتي. لانه ما ينفعش تروني حاجة تانية. بالضبط اين وجدت. لو حد شاكك ان مكالمات متحولة او ما بيوصلش لي مكالمات. يعمل ده بكل سهولة هيلغي جميع التحولات كلها. وهتوصل للمكالمات عادي وهتوصل الرسال حتى يجربوا ده عمليك. شباك شباك 002 شباك. بالضبط كان. الكود التاني بقى عشان تكشفه. لو في حد لا قدر. اكشف الاول ولا لغي. لا اكشف الاول ولا لغي. انت لغيت خلاص مش يجيب لك حاجة. انت عايز تشوف بقى. انا لغيت الاول. استاذ احمد. الفكرة كلها ان الكود ده نجمة شباك 6 واحد شباك. بيكشف لك الارقام المحول اليها. المسيجات والمحول اليها المكالمات. عشان خاطر فيه ناس بتستغل الموضوع ده. يقولك خد الكود ده هيديك دقيقة على الانترنت او عفوا دقيقة مكالمات مجانية 1500 دقيقة. لو كتبته هيديك الموضوع ده. في الناس بتكتبه. بيقوم تم تحويله جميع المكالمات للرقم ده. فبالتالي هو يكون مجهز موبايل تاني ويفتح عليه الواتس ويفتح عليه بياناته كلها. ويعمل اللي هو عايزه. فيه لينك بيبقى منتشر قوي اليومين دول. اللي هو يقولك تلاقي ارسله لخبسة على الواتساب. وشاهد ما سيحدث لك بعد خليل. ده 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 من 2006. وهتربح مش عارف مليون جنيه. والحاجات الغريبة. الحاجات دي والله متابعاني من 2006. ولسه الله الحد يرأي. لسه من يومين حد بعته. الناس بقى يتخلص بأصحابنا اللينك بي. عايزين تلحظ السيء لست سنين. حاجات كده. اعرف شكلك بعد ستين سنة. وشكلي لقيته بعد ستين سنة. بقى عامل كله كلام فاضي جدا. لو عايزين نوقف الموضوع ده عن حده. لو عارف شاحبك أو شكلك أو كده الكلام ده. هتدخل على متصفح البحث بتاعك. وهتدخل على السجلات. الناس بتمسح السجلات الوقتية. لا انت هتمسح السجلات اللي هي منذ البداية. منذ البداية ان انت هتمسح كل الهيستوري اللي موجود عندك. طيب انت ليه بتعمل كده. لان كل موقع بتخشه. بيسيب اثر رجعي انت ما بتشوفهوش. وكل شوية بيجيب لك اعلانات مزعجة. زي اللي حضرتك بتشوفها. بيجي لك فوق اعلانات بتخلص البطارية. وبتخلص عاجات كتير على الموبايل. وبتخليه يسخن. وبتشك في موبايلك. انت اصلا ما فيكش حاجة. فاخدوا بالك من الموضوع ده. من ناحية اللينكات اللي الناس بتبعتها. اوعد دوس عليها. لان فيه اللينكات بتبقى عاملة زي السرطان كده. بتنتشر مرة. فيروس. اوه بتبقى مشكلة فعلا. فاقعد دوس على اللينكات دي. وزي ما قلت لحضراتكم. طريقة الكشف سهلة جدا. لينك اللي أنا مقلق منه. هتحطه على الموقع اللي احنا قلناه. والموقع ده ساعتها هيكشف لك اذا كان اوكي ولا مش اوكي. اخيرا وسريعا جدا. انا بقى اعرف ازاي اصلا. او امتى المفروضة شك ان انا تليفوني كل حاجة ممكن تكون مفتوحة عند حد تاني او متحولة على حد تاني. حلو السؤال ده جدا. اول حاجة احنا تليفوناتنا دلوقتي مفاش تطبيقات حماية والناس مستسهلة الموضوع. اغلب التليفونات اللي ممسكها اكشف عليها للناس. بملاقيش فيه تطبيقات جرد او حماية. الناس فاكرا ان الموضوع ده غلط. التطبيقات دي لازم تكون موجودة اولا. تاني حاجة لو موبايلك لقتيه بيهنج قوي او بيسخن قوي. ما تقلقيش. عشان الناس برضو ما تتخضش. احنا مش طالعين هنا نخد الناس. بالعكس احنا عايزين نفيدهم. لان السخونة دي هي كده كده محتويات الجهاز بتهلك وقت الاستخدام. فبالتالي بيسخن الموبايل. ما تقلقوش. الموضوع اللي هو منتشر على الانترنت. لو كتبت السؤال ده على البحث. هيقولك لأ ده موضوع السخونة. دليل على علامة الاختراق. الكلام ده كلام فاضي جدا. هو كده كده. البرامج اللي بتكشف. برنامج بسيط اللي احنا قلناه. اللي هو انتس باي موبايل. بيعمل كاشف كامل على الموبايل. ولو لا حاجة بيجيبها لك في اول خانة. وتخليه دايما معاك هو. وتطبيق تاني اسمه افاست. بيشلك كل التطبيقات اللي جاية من برا. وفي نفس الوقت. تفعلي خدمة البروتكت. ده التطبيق اللي انا بستخدمه. في حالة لو موبايلي تم اختراقه. فبروح للتطبيق. لا عفوا. التطبيق ده بتحطه عشان تكشف على موبايلك. اذا هو مخترق او لا. او فيه تطبيقات مخفية موجودة او لا. والعكس بقى. العكس. موبايلي تم اختراقه. وعاوز اللي انا يعني اوقف هذا. لما تكشف على الموبايل ده. هتلاقي البرنامج المخفي. اللي بيسحب بياناتك. هتقوم مسحه فورا. كاميرا صوت وصورة او يفتح لوكيشن او كده. هتقوم مسحه. وهتنقل بياناتك كلها من على الموبايل عندك. على ممر خارجي او كمبيوتر تاني. وبعد كده هتعمل استعادة ضبط مصنع كاملة للموبايل. وترجع بياناتك. واول برنامج تنزله. اللي هو الافاست او اي برنامج تاني. اللي هو مالور بايت وهكذا. بحيث ان هو يحميلك الموضوع ده. وفي نفس الوقت هتنزل التطبيق ده. بحيث ان لو حد سبت لك حاجة من وراك. يبان على طول نتفيكيشن او اشعار في التطبيق ده على طول. طيب سريعا برضو. اريد هارف منك. لو في اسئلات كتير جدا الحقيق. طبعا. انا الحلقة والله صغيرة قوي. بالضبط. بس في حاجة مهمة لازم. سريعا. نقدر ناخد كمك كبير من المعلومات. طبعا. انا حسابي تم اختراقه. اي مكان الحساب. اي مكان الحساب. اي مكان الحساب. ازاي اقدر ارجعه. طيب. احنا اول حاجة ما قلناش ازاي نأمن حساباتنا على الانترنت. وده اهم سؤال. طيب. ازاي نقدر نرجع الحساب بتاعنا. لازم الناس دلوقتي لو مسميه اسامي مستعارة. زي وردة الشام. الوردة الحمراء. الكلام ده كله. غلط. لازم تسميه اسم زي البطاقة بالضبط. بحيث انه لو لقدر الله تسرق. هتصور البطاقة بتاعتك على مكتب عادي. وتتصور البطاقة تحت ده انك سيلفي. وبعد كده هتعمل رسالة للدعم الفني. انه حسابك تم اختراقه. وهتعمل الرسالة من على الموبايل اللي كان مفتوح عليه حسابك ضروري جدا. عشان خاطر الدعم يعرف ان الحساب مفتوح على الاي بي ده. وفي الاخر هيرد عليه وهيرجعولك خرار 24 ساعة. دي مية في المية. ومجرد اصلا. الكلام ده لو ما عرفتش انت تعمل استعادة. ترجعه عن طريق استعادة الحساب او استعادة كلمة السر. لانه احيانا المختارك بياخد الحساب يغير كلمة السر. ما بيكونش لسه ضف ايميل او حاجة. فبتعمل استعادة كلمة السر تاني. هيرجعلك كل بياناتك. وفي نفس الوقت. وخطوة بسيطة جدا. لكن لو ما رجعتش. وفي ناس مسروق حسابتها. لازم يكون الاسم مطابق للبطاقة. وهتصور البطاقة على المكتب. وهتصورها سيلفي تحت دقنك. ايا كان اي نوع السوشال ميديا اللي تسلقت منك. وهتبعت للدعم وتفضل وراهم هيردوا عليك. ولو ما ردوش عليك كده كده عندهم بلغات كتير جدا من الموضوع ده. فاصبروا عليهم شوية وهيردوا عليك تاني. وانا اكثر حظة لو حصل معا ده هكلمك على طول. اكيد طبعا. انت وراكه ظهر يعني الحمد لله. خلينا اسألك برضو سؤال. فكرة التطبيقات اللي بتنزل على الموبايل. دايما بتطلب مني السماح. السماح اللي هو يدخل على الجلالي. السماح اللي هو يفتح. والإذن اللي هو يفتح الكاميرا بتاعتي. المايك. والناس طبعا بتدوس. وانا عاوز اخلص. انا عاوز انازل بكار. لا لا لا. خالص. يعني خلي المستخدم اللي عامل التطبيق ده. خليه عائل شوية. ويشوف التطبيق اللي بياخد سماح على ايه. يفتح كاميرا. ليه كيبورد ياخد صوت. فما تدوس السماح لأي حاجة. لان الحاجة دي بتدرك. الدوسة دي والله ممكن تدرك. وانت قاعد دلوقتي ومش هانفتك. ابو لو انا رفضت. هينزل التطبيق بشكل عام. رفضت لا. او فيه تطبيقات لو رفضت بيلغي. ده تخاف منه. بس خد بالك. فيه تطبيقات بتديك كذا. او كذا اذن تدوس عليها سماح. انت ممكن تلغي اذن اذنين. يعني لو فيه كاميرا ومايك. بتلغي الكاميرا والمايك. هو لو اتنطط. مش هيفتحه. بس فيه بعض التطبيقات يا بشواندي صاحبت. بيكون شرط اساسي ورئيسي لدخولي على هذا التطبيق. فكرة اللي انا السباح بمشاركة كف ببياناتي. بالضبط. والتطبيقات دي. اللي هي تطبيقات السوشال ميديا الكبيرة. اللي هي الاختراق غير مباشر. اللي احنا كلنا عارفينه. ان هو حساباتنا او حياتنا كلها. على الميديا وعلى الانترنت. وبنديهم كل حاجة. تاريخ ميلادنا وإيميلنا وكل حاجة. وبالتالي بيعيدوا استخدامها تاني. للدعاية والإعلان. إثباتا على كلامي. واحنا قاعدين دلوقتي. لو تكلمنا مثلا على منتج غسالة. قلنا غسالة خمس مرات. هتفتح هتلاقات العالق. ليه كل حاجة مربوطة ببعض. لانه واخد اذن من المايك. سمعنا. واخد اذن من الكاميرا. 24 ساعة الفيس والوطس. وكل حاجة عندك. سمعانة. قول دلوقتي غسالة خمس مرات. تعال عند الحلقة. بعد الحلقة هتلاقي الدنيا كلها ظهراء. غسالة 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 غسالة. لو قلنا اسم شخصة أصلا بنلاقيها. على طول في البيب. ليه بقى؟ تعرفي ليه؟ لانه انت كده اللوكيشن متاخد سماح برضو. فبالتالي عندك كيلو. يجيب لك الأشخاص اللي عندهم نفس الحساب اللي مفتوح عندك. أو نفس الحسابات اللي هي بتاعة السوشال ميديا اللي عندك. هيجيب لك ده موجود جنبك. تعرفيه ولا لا. بطريقة غير مباشرة. عشان خاطر الموضوع يكبر والداتا تكبر. احنا في عصر الداتا. كل ما يكون معك داتا أكبر. كل ما يكون انت قوي أكتر. ففي حاجة بس ما عليش عايز تزكن عليها قوي. موضوع برضو الكاميرا والصوت. فيه تطبيقين حلوة قوي. عشان انت بقى تريح نفسك من موضوع السماح. تريح نفسك من موضوع ده. مايك بلوك وكاميرا بلوك من اسمهم. بيدي بلوك للكاميرا وبيدي بلوك للمايك. يعني بمعنى صح كأنك مسلا ماسك الموبايل كده. وحطت لزقة زي ما كنا بنعمل زمان. لزقة على الكاميرا. ولزقة على اللابتوب. التطبيقات دي بقى هي اللزقة اللي عندك. بدل ما تحط لزقة وتمشي بلزقة كده وكل شوية الكلام ده. التطبيقات دي بتعملك بلوك للكاميرا وللمايك. بحيس إنه لو لا قدر الله حد حطي لك حاجة وكده. لأ مش هيقدر يفتح الكاميرا. ولو أنا عايز أستخدم الكاميرا مثلا في إنستجرام فيستجرام. لا الكاميرا هتفتح كل حاجة هتفتح وتمام. انصر خارجي مش هعرف يفتح. الله ينعور بالزبط. العناصر الخارجية مش هتعرف تفتح الحاجات دي. فبالتالي احنا نكون مؤمنين أكتر من اللازم. حتى لو حصل أي صغرة اعملوا تحديثات أول باول. عشان خاطر التحديثات دي مهمة جدا وما بتقلش الجهاز ولا حاجة. كلام ده كله كلام فاضي وكلام بيتقال كتير ومستغرب منه. لازم نوعي الناس عليه لأنه ده مهم جدا. احنا في عالم مفتوح. اه طبعا. الشخص الذي يسلم فيه هو الشخص الذي يحترس. طبعا. ويكون ليه أو عنده نوع من أنواع الحيطة والحضر. طبعا. ويستخدم التكنولوجيا لاستخدام الأمن. بالضبط. شكرا لك. شكرا لك. في صباح خير يا مصر. وعلى هذا الكم الهائل جدا من المعلومات الأمنية. لسه. والله مالش التأمين بتاع الحسابات. بس نعوضها في حلقة. سوف نضيف تعزيز علينا دائما في صباح خير يا مصر. وأكيد سيكون فيه لقاءات تانية. إن شاء الله بإذن الله. طبعا.